الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بتفسير ما تيسر من سورة الفلق سورة الفلق فيها قول الله سبحانه وتعالى قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجه الخطاب إليه ده سورة الفلق فيها قول اللهINO كل المسلم قول الذين الذين تريدتى الباية possible نقول ما سعالى فيها وَلَا يُمْكِنَ نَلْتَجَ وَنَ اعْتَصَم إِلَّا بِلَّا وَنَلْتَجَ اعْتَصَم بِغَيْرِ اللَّهِ وَنَلْتَجَ اَوْ اعْتَصَم بِغَيْرِ اللَّهِ قِيمَ الَقْدِرْ عَلِهِ اللَّهِ فَاو مُشْرِكَ شِرْكَكْمَ ده کُش کْثَهَت او تسجل كُرْكُنَ مُبرَجِ نَجِلَا تُجلَكُنُ تِجلَكِ موسيقى قل اعوذو رَبِّ الْفَلَقَّ أَوَيَ كَرْكُوِي مِبْرَكُيهِ نَا زَطِي إِ أَجِيمِت الله سبحانه وتعالى فَلَقَ الْإِسْبَحْ يعني جعل بقرد الْلَيْرِ خروج هذا النهار و هذا نحض، عَلَى اللَّهِ فلَى مَخِرُهَ أَجْدِرْ أَجْدِرْ تَفضلت تَجِبَرْدِ عَجِيمِ فلَى مَخِرَ هل يقدر احد على اخراج النهار بعد الليل ربنا الله شكرا على الله عليك لا عندي عندنا هذه الحبود عندما تضع و تبدوها في الأرض تنفتح و أخرج منها زر من هذا الذي أخرج زرع منها هو الله سبحانه وتعالى نعم قل أعوذو برب الفلق مما ذا قال من شرر كل ذي شر نعم وكذلك تستعيد من شر غاسق يعني الليل إذا وقب يعني غطى بظلام لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يعمل فيها للشروط السحرة وكذلك يعني الليل إذا وقب وَمِنْ شَرِّن نَفَّثَاتِ فِي الْعُقَد هُمْ أَسَّحِرَات وَيَنْ فُثُفِيهَ فَتَسْتَعِيد مِنْ هَذَ الَّذِي يُصْنَع نَوَعَ مِنْ أَنْوَعَ السِّحر وَمِنْ شَرِّهِ حَسِدٍ أَلْحَسَد هُوا دَتَهُمُ يعني, مَا هَبَّنْ تَكُونَ الفُّاذِ فا كل من كريها فا هو حسد ول حسد كبيرا من كبير الذنب بل هو أول ذنب عصي أبيه الله سبحانه أقضى قولة إبليس حسد مَن فا ما نتصم ترى مثلا النعمة عند أخيك تبارك تقول بارك الله لك فيها تدعو له بالبركة لا تكره هذه النعمة نعم نعم ومن شرح حسد إذا حسد يعني الحسد إذا حسد تستعيد من هذا الحسد الذي يكره النعمة تتروح نعم هذه السورة تقره مع سورة الناس أتبغى الصلاوات المفروضة وفي أذكار النوم نعم وكذلك نعم 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 و كذلك الساحرات عندما يعقيدن السحر مع النف ومن الحسد ومن الحسد نعم إذن هذه السورة رقية وفيها تحرين هذه الأشياء أسسحر وكذلك الرقية وكذلك الرحافية وكذلك الرقية أسسحر أ открыل العสسد وا��عwarz ومن الحسد ألالا الحسد سواء كان الإتيان يأتي ويجالسه أو يتصل عليه أو يرسل إنسان للساحل أو يدخل على قناة التلفزيونية التي فيها السحر يرسل إنسان للساحل يدخل ويقرأ في بعض المواقع التي فيها السحر والشعر لا يمكن أن تنظر به هذه الأبراج لا تنظر بهذه الأبراج والساحل لا يمكن أن تنظر به الأبراج والساحل والله أعلم لا يمكن أن تحصل على ذلك هذه الأبراج